أعزائي الأفضل سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مجددا كيف وعدناكم البارح أن كل نهار إن شاء الله سننفيكم بآخر المستجدات بالنسبة للأرقام التي توقع هنا في إيطاليا اليوم 11 مايو 2020 إذن سنمشي لكي نرى هذه الأرقام والتغييرات التي وقعت اليوم على مستوى الأرقام هنا في إيطاليا إذن سنمشي للمجموع الإصابات منذ انتشار الوباء في إيطاليا وهو هذا الرقم هذا 219814 هذا هو الرقم أو المجموع الإصابات التي وقعت في إيطاليا منذ انتشار هذا الوباء إلى يومنا هذا أكيد أنكم صبحتوك تعرفوا من طبيعة الحال الأرقام من خلال المشاهدة ولكن سنرى كذلك تغييرات التي وقعته من غير هذه الأرقام إذن بالنسبة للمتعافين في إيطاليا فالحمد لله أن الرقم وصل الـ 106,587 أي بزيادة ديال 1,401 اللي بروفها 24 ساعة الماضية وكذلك بالنسبة للحالة الجديدة اللي تضافت اللي كما كتشوفوا هنا هي 744 اليوم هذا شيء من طبيعة الحالة 744 جات من واحد العداد كبير دياللي تيسل يدلوا اليوم اللي كيف يفوت 40 ألف نشوفوا كذلك الوفيات والرقم الإجمالي كيف كتشوفوا هو هذا ديال 30739 لكن الحمد لله أن هذا المجموع اللي حصل طيلة هذه الأيام لكن الحمد لله أن الرقم ديال الوفيات في خلال 24 ساعة الماضية من البارح اليوم هو 179 شخص وهذا رقم لبشي رقم كبير بزاف مقارنة مع الأيام الماضية دائما كان قلو بأن الوفيات حلما كانوا راهوا مكتر لكن مقارنة مع الأيام الماضية فهذا رقم بسيط وبسيط جدا كذلك غدين نمشيوا إذن بعدما شفنا يعني الرقم الكبير اللي هو 219814 اللي هو المجموع إلا حيثنا منه عدد ديال المتعافين اللي هو 106,587 وكذلك عدد ديال الوفيات اللي هم 30739 كيف قلنا هذا الرقم هذا ديال 82488 قلنا هذا الباقية اللي بقتلنا أو الناس اللي بقين حاملين لهذا الفيروس للعدد ديالهم 82488 مغينا نشوفهم كيفاش فين كيتواجدوا كاملين فالرقم الكبير اللي هو 67,950 أي تقريبا 68,000 كل هكا التواجد في البويوت ديالي يعني العلاج في الضحر وكذلك الناس اللي كيتواجدوا في المستشفى للعدد ديالهم 13,539 لكن الرقم المفرح وكيف سبق لي شرط البارح وهو هما الناس اللي كيتواجدوا في العناية المركزة العناية المركزة كنشوفوا الرقم أن الحمد لله أنا ننزلنا على ألف كيكتعقلوا أن البارح كانت 1027 فهذا الرقم هذا اليوم ننزل يعني فقط بـ 28 شخص يعني صباحات 999 كل أرقام كانت في تراجع يعني مستمر وبشكل يعني كي كيجعلنا أننا ننطمئنه شي شوية فالحمد لله أن الأرقام ما أبدأت كتحسن يوم بعد يوم ونتمنى هنا إن شاء الله أنه يتحد البس وكذلك أنه يتوقف هذا الوباء وأنه نوصل إن شاء الله إلى حالة الصفر إذن غادي نمشي معكم مباشرة نشوفوا بعض الدول الأوروبية اللي منتشر فيها هذا الوباء بكثرة بعجلة غادي نشوفوا نبدأوا من إيطاليا اللي تكلمنا عليها اللي فيها كيف كنتشوفوا 219814 كذلك إسبانيا اللي فيها 224350 وكذلك فرنسا بمية وسبعة وسبعين ألف أربعة وتسعين روسيا اللي فيها 209688 بلجيكا 53081 المملكة المتحدة 220449 ألمانيا 171000 هولندا 42826 هذا نموذج فقط لبعض الدول اللي منتشر فيها هذا الوباء بكثرة إذن موعدنا يتجدد غدا إن شاء الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر